بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسركم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطذل ورجز فاهجوا ولا تمنوا تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذوني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا وابنين شهودا وما أدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عميدا سأرهق صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذولا واحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد ويزداد الذين آمنوا إيمانا وعلى يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أغذر والصلح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسفت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلكتم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة بل لا يخافون الآخرة بل لا يخافون الآخرة بل لا يخافون الآخرة بل لا يخافون الآخرة هو أهل التقوى وأهل المغفرة